واللي بلاحظ دائماً فيك أنك أنت عايش حياة النصرة وحتى من خلال حديثك ولما بشوفك على البرامج الله مش بس أعطاك كلمات وألحان كلمات ترنيم وألحان بلاحظ أن الله بيعطيك الانطلاق دائماً بترنم ولسيما في وقت مثلاً محدد معين اللي عاوز توصل في رسالة بالضبط بالضبط أنا لما بأسأل أو سئلت يعني يمكن الطريقة ما تعجبش بعض الأفراد بعض الأفراد ممكن يتعدوا على الأصابع سواء كانوا كده ولا كده بقول أني أنا لم أصطنع أي شيء في الخدمة ولم أدعي أو أفتعل شيء كل اللي بعمله من عمل الروح القدس مباشرة عشان كده أنا يمكن حذرت كثيرين ما لاش يتكلم لألا يكون مجدف على الروح القدس وأنا أكدت في كل موقف أني أنا لا تصنعت طريقة ولا اصطنعت كلام ولا ابتدعت كلام يتحط على لساني يعني لما ربنا سمح إدانا موهبة مثلاً وجيت بصلي وبقول كلام لو سألتني إمتى الكلام ده جه ومين رتبه لا أعرف التوقيت ولا أعرف لكن عارف أن العمل عمل الروح القدس لما بقول باسم يسوع المسيح الناصري وده سر فخري واعتزازي باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليمه سلطان لهوت المحي كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد تغادر الجسد ولا تعود إليه كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات الكلام ده جيه إمتى وترتب إزاي ما عرفش ما عرفش لكن عارف المصدر تماماً أنه عمل للروح القدس فما يجيش واحد يمكن لسه ما أراش الإنجيل يقول لك أنا لي تحفظ على أبونا مكار لي يا سيدي قلبي يتكلم عن روح القدس وبيخرج شياطين وواضح من خلال الخدمة لما منشوف شاشات التلفزيون عدا عن الكلمة اللي بتقدمها وأحياناً الله بيستخدمك بالترنيم لكن منلاحظ لما بتصلي باسم الرب يسوع المسيح منشوف حالات ظاهرة ناس عليها أرواح وبتخرج هذه الأرواح الشرية البعض يمكن لا يؤمن بهذا الشيء فشو ردك على هذا الإدعاء؟ ما بيأمنوش يعني بيقولك هذا الشيء كان قديم مش لليوم مش لكنيست اليوم لا 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 هي هي عقدتنا مش إنشة وكلام جاري على الألسنة عقدتنا سبتة وكتاب وكلام حق لما الرب أرسل التلاميذ أرسلهم وأول حاجة قال لهم اخرجوا شياطين قبل ما يقول أقيموا موتى قال اخرجوا شياطين بقيه قال لعموم المؤمنين هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم على مدى الأجيال يخرجون الشياطين باسم يتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات انشربوا شيئا مميتا لا يضرهم يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون هذه كنيسة المسيح كنيسة المسيح ما هيش كنيسة خطاء زي ما البعض بيداعي وشوية نايمين تسألهم يا ابن رايح فين يقول لك رايح جهنم طب السماء معمولا من يقول لا أنا خاطئ احنا بهدلنا اسم المسيح حاليا مسيح المفروض اله القديسين والكنيسة كنيسة القديسين وكنيسة القداسة المفروض الرب اللي أعطى كل شيء بغنى للتمتع للإنسان المفروض ان احنا عايشين بغنى في القداسة والطهارة والعفة وصنع الآيات والمعجزات عشان نمجد اسم الملك المسيح لابد أقول أنا خدت كل حاجة وعشان أحتقر إلهي وأنكر إنه أداني شيء أنزوي وأقول أنا خاطئ أنا متواضع أنا متواضع نحن بنهين للمسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة